السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبدالصمات الجزولي الحمد لله اليوم وصلتني كاميرا تانية للمرة التانية من موقع بان جود جزاهم الله خيرا وهي كاميرا عبارة عن تقريبا 41 ميجا بيكسل 41 ميجا بيكسل إذا لاحظوا معي وهي كاميرا للمايكروسكوب للمايكروسكوب هذا للمايكروسكوب إذا لاحظوا معي فالكاميرا أتت بهذا الشكل لاحظوا معي إذن كما تشاهدون الآن فهي تأتي بهذا الشكل لاحظتم معي جيد بهذا الشكل إذن تأتي الكاميرا الرئيسية إذن سبق لي أن قمت بعمل لها شرح صراحة سابقا ولكن التي قمت بعمل لها شرح كانت 34 أما هذه فلاحظوا معي جيدا هنا 41 ميجا بيكسل يعني متطورة أكثر من الأخرى التي أتت معي سابقا وصراحة فالكاميرا يمكننا تشغيلها على المايكروسكوب وعلى حامل على حامل لأن أتت معها يعني العدسة التي يمكن أن نقوم بإضافتها لها بهذا الشكل بإضافتها لها بهذا الشكل ثم نشري حامل حامل ونقوم بعمل اشتغال عليها وتكبير الصورة مع توصيلها مع التلفاز مع توصيلها مع التلفاز إن صح التعبير يعني التلفاز هنا نحن إذن فاليوم سنقوم بعمل مقارنة إذن هذه الأمور لنحتاجها الآن سنقوم بعمل مقارنة بين هذه الكاميرا والكاميرا التي سبق لنا أفوا ونقمنا بشرائها إذن نقوم بتشغيل المايكروسكوب والشاشة إذن نقوم بتشغيل الإضاءة جيد إذن كما تشاهدون هنا كما تشاهدون هنا فهذه الكاميرا القديمة التي قمت بشرحها سابقا إذن لاحظتم معي إذن هذه صورتها إذن لاحظتم جيدا البوردة ها هي هنا البوردة ها هي هنا فالكاميرا هي التي سرون الآن لاحظوا معي هذه هي الكاميرا فهي عليها 34 ميجا بيكسل 34 ميجا بيكسل إذن فصورتها بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل سنقوم الآن عفوا نقوم بتقريب الصورة سنقوم الآن بتجربة كاميرا 41 ميجا بيكسل والخاصة بالمايكروسكوب لها نفس الخصائص ونفس طريقة التركيب لها نفس الخصائص ونفس طريقة التركيب إذن نقوم الآن بتركيبها إذن لاحظوا معي إذن نقوم بفصل الطاقة وكيبل اليوسبي فهذه الكاميرا يمكنها يمكنها أن تشتغل مع الحاسوب وأي شاشة التلفاز كل ما عليها هو أن يتوفر شاشة التلفاز على HDMA HDMA هذا فهي لها نفس الخاصة استقريبا تشبهها فقط هناك تغيرات أو عفوا عفوا الملاحظات بسيطة إذا لاحظوا ملاحظات أو أشكال بسيطة فقط أما هي فلها نفس الخصائص وتشبهها كثيرا فهناك فرق في الميجا بيكسل فقط إذا نقوم بحل هذا الغطاء بهذا الشكل لاحظوا معي ثم نبدأ في تركيبها ونقوم بتجربتها نعم بهذا الشكل لاحظتم معي جيد إذا الآن نقوم بتوصيل الطاقة وكيبل HDMA إن صح التعبير والله أعلم إذا هكذا إذا نعود إلى الخلف نعود إلى الخلف وننتظر حتى تظهر الصورة ها جيد إذا ننتظر حتى تظهر الصورة بهذا الشكل لاحظوا معي جيد إذا نلاحظ بأن صراحة هناك فرق يعني هناك فرق ليس كبير ليس هناك فرق كبير وإنما هذه أكتر وضوح قليلا أكتر وضوح من السابقة أكتر وضوح من السابقة إذا لاحظتم صراحة إذا قارنناها فأنا قارنتها أصلا يعني أنا قمت بعمل مقارنة قبل أن أقوم بعمل الشرح فصراحة هذه أكتر وضوح من الأخرى أكتر وضوح من الأخرى إذا لاحظتم معي صراحة يعني المكونات تظهر أكتر صفاء أكتر صفاء أكتر وضوح صراحة يعني كاميرا 41 ميجا بيكسل أفضل من 34 إذن مشاهدين الكرام هنا هذه مراجعة بسيطة فقط حول هذه الكاميرا الرائعة للمايكروسكوب إذن كما تلاحظون فهكذا تشتغل بهذا الشكل لاحظوا معي شكلها بهذا الشكل والصورة رائعة جدا جدا وصراحة هي أكثر وضوح على شاشة الحاسوب هي أكثر وضوح على شاشة الحاسوب إذن الحباب يتمنى أن تكونوا قد يستفدتم إذن كما تلاحظون معي في المكونات واضحة جدا جدا على جهاز التلفاز وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفوا عفوا رابط شراء الكاميرا أسفل الفيديو من موقع بان جود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته